السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة ديدو صميدي. هاد نهار قدي نتكلمه ان شاء الله على الاكل ديال الارانيب. الاكل اللي تقدر تعطيه الارانيب وما يضررهمش. يعني بحل الخضر يعني الشحل مواحد كي يغلط وكي بقي يعطيه الارانيب دياله. يعني القشور ديال الخضار ولا لقامة ولا هادو كلهم. انا كان صح قاع اللي كي ربي يعني المربي ديال الارانيب ما يستعملش هاد النوع من العالف. علاش? لانها كي يدي لهم مرارة روخا كي يعيشهم ولكن واحد الوقت. الى فتحتي الاحشاء ديالو كتلقى فيه المرارة ديالو مسكين مع الدفاع ويقدر يموت لك في اي لحظة. اللهم. الماكنة اللي تقدر تخدمها اسمو هي. هي الخبز. الخبز اللي كي شيط عليكم وهذاك مزيان. اسمو غادي تديرو الخبز غادي تخليوه يكرم في الشمش. يكرم مزيان ما تعطيه. وإلا مشي تتعطيه الخبز يعني غير البابة ديالو راك يقصنهم. عندكم ثلاثة الحويش. اما الخبز الناشف يعني اليابس. حكا. وان شاء الله غادي نوريكم طريقة كيفاش غادي تحتي تقدروا تقطعوا هاد بالخبز. هاد طريقة. وعندكم الفصة. ليابسة. فصة وهي يابسة كتباع. كتباع واحد كيبولها البالة. بالة ديال الفصة. ومغالية كتبير شي ستين درهم. بالة كبيرة يعني رغادي تضرب لكم واحد شهر ولا ولا. لا قدوا تستعملوا يعني كمية بحالك كل واحد تعطيها. شحال مقدار ديالو رات تل شهر. يعني ربعة الاينات ولا. ولا تخمسة. راح شهر. راح تضرب شهر. منيشان يعني كنقول لكم شي حاجة مجردة. وكين الحاجة الثالثة. وهي. السيكاليم. السيكاليم هاد الاتمينة ديالو راح الخنشة كتدير. تسعتاشر مية يعني خمسة وتسعين درهم. كتدير تسعتاشر مية. إلا بغيتوا تشريوه بالديطاي كيبيعوه بتسعين ريال. يعني ربعة درهم وونس. هو. إلا شريته بالجملة الخنشة فيها خمسة وعشرين كيلو. يعني كيتقان بستة وسبعين ريال. ستة وسبعين ريال. إلا شريته بالجملة كيطيح الحقيقة كيطيح الخص. هادا. إلا مشي تتبغي ستعطيه الآلاني بديولكم. هادو كيشبعهم ضغياء. لأنك يكون فيهم فيه جميع الحوائج اللي يخصون تعطيه. إلا مشي تتحليته حبة من هادو. هكا. اسمولي. إلا مشي تتحليتي حبة. إلا مشي تتحليتي الريحة. ستجد فيها تقريبا الريحة ديال الضرار. الريحة ديال الشعير. الريحة ديال. ومدين بزاف ديال المكونات. وتاء البروتين. يعني بروتين دينه فيه. يعني كتحس بالأرنب ما غادي شي يأكل بزاف. تقدر تدير منه القن البالغ تقدر تدير منه ميات قرام. ميات قرام ما مني عبرته. لقيت تقريبا هو حك ديال ضانون. حك ديال ضانون فيه ميات قرام. تقدر تقسموه على وجبتين حك ديال ضانون ديله. لنص الاول وتخلي اللي عشية تعطي النص الثاني. وباش ما يتحش لك لان هذا شوية غالي باش ما يتحش المصاريف بزيف تقدرك تستعمل هاد الفصة مره مره وتقدر تستعمل الخبز اليابس اللي هاديك كيكون عندك في الضارف اي واحد كيشيط عليه واحد شوية للخبز هادا كيشدو وباش ما يضيعش هاداك الخبز ما ديروش ميكا لا فرش واحد خشبة ولا اللي كان فرشها وحط هذه الخبز على هذه الخشبة بس ما غادي وقع هاداك الخبز غادي الشمش غادي تشمش مزيان ومن بعد اما تدقو بالمهراز اما غادي نوريكم حط طريقة ان شاء الله في الفيديو القادم كيفاش غادي تقدر تحنو بحال عكا هكا كي تساعدهم هما على باش كي يجيهم سهل ان شاء الله في انتظار الفيديو المقبل ان شاء الله ساندونا الى عجب بكون الفيديو تكيو على زر جيم وتكيو على الجرس باش يقدروا يوصلكم الجديد ان شاء الله وشركوا بروكا وإلى اللقاء